حذف فيسبوك هو الهاشتاغ الأكثر تداولا حول العالم بعد انتشار معلومات عن سوء استخدام بيانات لخمسين مليون شخص من مستخدمي فيسبوك خلال عام 2016 القصة بدأت بعد نشر تقرير يقول أن شركة كيمبرج أنالتكا التي عملت مع فريق دونالد ترومب الانتخابي اشترت بيانات جماعتها شركة جلوبال ساينس رسارش وبحسب معلومات فإن الشركة استخدمت البيانات وساهمت في فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية ويمثل توفر البيانات على فيسبوك حافزا للشركات على جمع البيانات المستخدمين وتحقيق أرباح مستخدمون موقع لم يكونوا سعداء وبدأت المطالبات بحث فيسبوك بعد هذه التغريدة لمؤسس واتساب براين أكتون يقول إتس تايم دليت فيسبوك هذا الهاشتاغ تنامت حركة حذف فيسبوك على نحو مضطرد على الانترنت الخبر الإعلامي حسن قطامش قال بأن حلم مارك زاكربرنك الذي تحول كابوسة للبشرية كل شبكات التواصل الاجتماعي وشركات تقنية المعلومات الكبرى منها على وجه الخصوص واجهات استخبارية سواء أردت ذلك أم لم ترد ولكن هناك العديد الذين كتبوا عن طرق الإغلاق حساب فيسبوك منهم صحيفة الاندبندنت البريطانية تقول دليت فيسبوك هذا الهاشتاغ هكذا يمكنكم حذف فيسبوك نهائيا طبعا تعلم بالطريقة التي يمكن استخدامها لحذف فيسبوك ولكن هاشتاغات لمسح فيسبوك واستدعاءات لمارك للمثول أمام محاكم ومجالس النواف في أمريكا وأوروبا دعونا نقرأ ماذا يذكر في هذه التغريدة جابرتي تويتر يقول هاشتاغات لمسح فيسبوك واستدعاءات لمارك للمثول أمام محاكم ومجالس النواف في أمريكا وأوروبا وهجوم عنيف على شركة يزيد يوما بعد يوم وأسهم الشركة في النازل شكلها نهاية فيسبوك قربت هذا ما يقوله جابرتي ولكن كما ذكرت التغريدة هذه الدعوات أدت إلى انخفاض قدره في قدره يعني وصل إلى 6.77% من أسهم فيسبوك تسببت هذه الانخفاضات بخسارة الشركة 36 مليار دولار من قيمتها كما خسر مؤسسها مارك زوكربرغ 5.5 مليار دولار وفقا لمجلة فوربيس لتقييم الأغنياء زوكربرغ لم يرد حتى اللحظة على هذا الهجوم فيسبوك الآن يتعامل مع الأمر على أنه كارثة في قسم العلاقات العامة كان لديهم اجتماع صباح الثلاثاء للحديث عن الموضوع مع الموظفين لذلك الاجتماع لم يترأس مارك زوكربرغ ولا نائبته شيرل ساندبرغ لم يتحدث هذان الشخصان المهمان عن هذا الموضوع بعد اليوم هو اليوم السادس لانتشار هذه المعلومات ولذلك هناك ضغط كبير على الشركة من الداخل والخارج الناس يتساءلون أين هو مارك زوكربرغ كما أن المستثمرين أيضا قلقون وغاضبون لعدم سماع أي تعليق من زوكربرغ هناك تحقيقات عدة تجري حول هذا الموضوع والناس يتساءلون كيف استخدمت هذه البيانات بهذه الطريقة عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الزمين في ترنينج عبدالعالي رقاد مرحبا بك عبدالعالي مرحبا بك القلق الذي حدث في الولايات المتحدة وأوروبا هو قلق ممتد إلى المتصفحين والمتابعين لفيسبوك إلى أي مدى خصوصية البيانات أصبحت مخترقة بشكل علني بعد هذا الكلام مسألة الخصوصية هي مسألة جوهرية منذ وجود مواقع التواصل الاجتماعي وتطور الإنترنت بصفة عامة ولكن أيضا هناك أحداث دولية ساهمت في حساسية موضوع الديتا موضوع المعلومات الشخصية وهي مقضايا مثل الإرهاب التجارة العالمية إلى آخر كل هذه العوامل أدت إلى حساسية كبيرة ومفرطة لدى الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان والصين كذلك تجاه تبادل هذه المعلومات خاصة مع وجود الإنترنت ولكن حتى الآن الحديث بأن هناك خسائر فادحة لشركة فيسبوك وصلت إلى تسعة مليارات دولار بحسب آخر الأنباء بالإضافة لأن مارك زوكربغ نفسه سيمثل أمام البرلمان البريطاني هل بالفعل نحن نقترب من نهاية فيسبوك وهل هذا سيعود باستفادة إلى مواقع أخرى مثل واتساب وغيرها؟ هناك الكثير من الكلام في فيسبوك وفي موقع تويتر ومواقع أخرى عن نهاية فيسبوك بمجرد أن صعد سهم الهاشتاغ ديليت فيسبوك بمعنى أمحي فيسبوك أو إزالة فيسبوك هذا الهاشتاغ حصل على ما لا يزيد على 84 ألف تغريدة منذ اليوم الأول ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن فيسبوك سينتهي أو سنقترب من نهايته لأنها هي أزمة حقيقية وكبيرة من ناحية المالية وكذلك من ناحية السمعة التي يتمتع بها فيسبوك لا ننسى أن فيسبوك يستخدمه أكثر من نصف سكان الأرض بالملايين من الناس عبر العالم كله أن الفيسبوك يلعب دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية كذلك فيسبوك أصبح ضرورة لا يمكن التخلي عنها ربما هو أكبر المواقع العالمية للتواصل الاجتماعي يمر بأزمة ولكن قد يتمكن من الخروج منها سنتابع ذلك عبد العالي رقادة زبيل في بي بي سي شكرا جزيلا لك شكرا